زي ما بقولك الفكرة في المكسب او سيطرة برشلونة مش مجرد ان هو عشان ريال مدريد في اسوق حالاته او ان برشلونة كسب وخلاص او استغل لا انت تتكلم في مكسب بهوية برشلونة بناكهة برشلونة بصبغة برشلونة. مش بالصدفة يعني. لا مش صدفة ومش وهو قطب عن استغل سوق حالة ريال مدريد لكن استغلوا برضو بطريقته. يعني انا عايز اركز على فكرة البصمة لان هو ده برشلونة. ده برشلونة اللي جاب. الموتش ده كنت بتكلم مع الواري والموتش غال الفكرة مش في نفس السنة دي خالص. بقى استيل برشلونة بعيد واستيل المدريد اقرب للليجة وكل الكلام ده كله. لكن الموتش ده رجع برشلونة خلاص. كل السنين اللي ما بعد لويس انريكي تحديدا خلاص اتمحت. النهارده انت بتكسب كلاسيكو في سانتياج واربع صف. فبقى العكت بتاع اخر سنة وكيكي سيتين ورونالد كومن الكلام ده كله اتمسح النهارده. ترجع فريق كبير. قوة شخصية. في كلاسيكو. على فريق لسه كسبان فريس وكان حديث العالم من اسبوع ولا من عشر فيان ثلاثة واحد. فكل دي مكاسب فنية في الملعب. نقط في في بانك الدوري. نفسية. شخصية. كل الكلام ده كله. والاكتر من كده ان انت كسبت لعيبة. عثمان دمبلي اللي بقيله كام شهر ويمشي. النهارده حل حل جبار. يعني اه لعيب لعيب. واحد من نجوم اللقاء. لا ولعيب فعلا انا لو باك بالعب على عثمان دم الأي preferentها هيجيلي حلع. ما انت هتخدها الفكرة بتاعت المهاجم الخفيف اللي بتحرك مع فرق الامكانيات. مع فارج الامكانيات. بس نفس اته كده. الامكانيات طبعا بكلام اته تو فارقıyة بشكل جبيئة. طبعا بكلم على الامكانيات. طبعا اته فارق بشكل جبير. بس البروفايل بتاع المهاجم الخفيف اللي بتحرك ما بين ايش دي باكين اللي بيطلب يعمل اللينك مع الوينجين. شفته هو بيخرج في الجنة التالت اه بتاع فران توريس. ده ده برشلونا. برشلونا استعاد كتير جدا. تعرف ان دي بصمة مدرب لما تلاقي نفس اللعيبة اللي كانت بيتصفر عليها او بتشتم من شهرين تلاتة. النهاردة بوس بوسكتس عامل ازاي? بص عثمان دنبلي عامل ازاي? بص خردي قلبة عامل ازاي? مزبوط. لأ اه ده بنكهة برشلونا. وفيه طبعا علامات استفهام كبيرة جدا على المدينة.